ملعب المباراة شريف شعبان وكريم أحمد نتطمن منهم على آخر تجهيزات في اللقاء بسهر الخير يا شريف ازايك بسهر الخير تحيتي لك يا كابتن أيمن والكل مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان وزي ما حرتك ما بتقول الأفراح ما زالت مستمرة في كل مكان في جمهورية مصر العربية في كل مكان في العالم الترند القضي ممكن القضي ممكن يارب بإذن الله يكون يوم الجمعة كالعادة وش حلوة على النادي الآلي ويفوز اليوم على فريق غز المحلة من بريكله على الصعود إلى دوري الدوري الممتاز ولكن بإذن الله بإذن الله يكون الأهل النهاردة له اليد العليا ويفوز ويديب ثلاث نقاط جدادي وضافور رصيده عشان ينظر بإذن الله أن نحافظ على بطولة الدوري العامة المحببة لكل جماهير النادي الآلي مفرقات الغريبة النهاردة بيقود النادي الآلي فنيا طبعا كيفين جونسون المدرب العام ومعه كابتن سامي وأمصان بعد طبعا يمكن الوباء اللي منتشر في العالم كله مرض كورونا يارب بإذن الله يحمي الجميع ونفس المفرقة أن الكابتن خالد عيد أيضا المدرب أو مدير الفني الفريق غز المحلة بيعاني من نفس المرض فبإذن الله يارب يكون مبراءة قوية بإذن الله النهاردة غيابات النادي الآلي كتير جدا مروام محسن طاهر محمد طاهر اللي اشتكى من سخنية بعد تطايمات قبل السفر إلى النيجر وليد سليمان ناصر ماهر سعد سمير أجاية حسين الشحاد بيخش النهاردة قايمة لأول مرة أحمد بيكم وأحمد ياسر ريان حكام الساحة النهاردة كابتن طارق مجدي وأحمد لطفي ومحمد عزازي محمد سايب بكر حكم الفيديو ومحمد الصباحي وحمد القلوي مساعد لي وكلمت مع كابتن طارق مجدي منذ قليل على الديئة بريك الوطر بريك قال النهاردة ما فيش أي مباراة ساعة خمسة أو مباراة ساعة سبعة ونصف بقاش فيها وطر بريك ولكن لو الساعة تنين ونصف أي مباراة بتكون فيها الوطر بريك النهاردة أو مبارح من تمرين نادي الآلي مستر جونسون جرب يمكن شريف فرود أو يلعب صلاح محسن فرود قاربة في الشمال ولا جيلاردو فيليمين شريف يلعب فيليمين ولا لا يمكن تشكيل حالا على الهواء يمكن نستطالح حالا يمكن هنفرد لك به على شاشة قناة النادي الآلي شاشة التمييز في حراسة المرمة طبعا محمد الشيناوي محمود قربة بيبدأ أيمن أشرف بيبدأ بدر بنون بيبدأ عمر السلية بيبدأ يمكن أفشا بيبدأ علي معلول محمد هاني يمكن بدئيني محمد شريف أيمن أشرف بدر بنون أليو ديانج يمكن فجينا النهاردة في وسط الملعب وبيغير بيلعب النهاردة أليو ديانج يعود من جديد للبدء في وسط الملعب تسعين ديان أتمنى يا رب بإذن الله يكون وش يوم خير على النادي الآلي والأهل النهاردة يفوز على فريق غز المحلة العنيد ويكون وش خير يوم الجمعة كالعادة اللي بيفرح كل الأهلوية والنهاردة يكون نيلة سعيدة لكل جماهير النادي الآلي أعود لك من جديد كابتن أيمن إن شاء الله كنته في النادي